منافس جديد دخل سوق كروت الشاشة وبخيارات متعددة تناسب استخدامكم دعوني أعرفكم على سلسلة A من كروت انتل أرك الجديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخوكم فيصل السيف واليوم سأستعرض لكم مزايا وخصائص كروت سلسلة A من انتل أرك والتي تقدم سعر مقابل الأداء وتعتبر منافس جديد في الساحة وبسم الله أبدأ هناك تقنية اسمها XA Super Sampling من انتل هذه التقنية تساهم في رفع الدقة في الرسوميات بالذات في الألعاب باستخدام الذكاء الإصطناعي وتعلم الآلة العميق دون التأثير على معدل الإطارات الكروت تدعم تقنية Smooth Sync هذه التقنية تساهم في التخلص من التعرجات والتقطيع وحتى الضبابية في الألعاب وتواكب الإطارات مع تردد الشاشة ويوجد تقنية أخرى مشابهة لها اسمها Adaptive Sync مدعومة على نفس الكرت الكروت من انتل متوافقة مع مكتبية الرسومات Direct X12 ويوجد الفالكن وتدعم تقنية Ray Tracing وهذه التقنية تعطين عكاسات وإضاءات واقعية في الألعاب الكروت تدعم ترميز AV1 عن طريق الهاردوير وبشكل مبسط، هذه الخاصية تشفر وتفك التشفير بسرعة عالية إلى خمسين مرة أفضل في المحتوى المرئي والشيء هذا يعطي كفاءة عالية في بث المحتوى وحتى في تطبيقات تحرير الفيديو مثل Adobe Premiere على سبيل المثال كروت الانتل Arc A series تدعم تقنية Deep Link التقنية هذه فيها خصائص عديدة مثل دايناميك باور ستزيد أداء الكرت الرسومي المنفصل من خلال المعالج الأساسي والمعالج الرسومي الداخلي عن طريق الخوارزميات لإعطاء أفضل أداء ممكن الشيء هذا سيفيد في بث المحتوى أو تحرير المحتوى والتطبيقات التي تطلب معالجة رسومية التقنية هذه تدعم شيء اسمه Hyper Encode وتساهم من خلال المعالج الأساسي والI GPU المدمج في المعالج الرسومي الخارجي بإعطاء أفضل أداء في التشفير مع المحتوى المريم وأيضاً ميزة أخرى تدعمها التقنية واسمها Hyper Compute باستخدام الذكاء الاصطناعي سيزيد من أداء الحوسبة والتطبيقات التي تحتاج رندرة بفارقة 25% تقريباً وطبعاً هناك بعض التطبيقات التي ستساند في هذا الأمر بما أني استعرضت لكم مزايا سلسلة A من Crotentel سويت اختبارات عليها باستخدام كمبيوتر Acer Aspire TC 1760 سعره بصراحة سيكون صادم لكم دعني أولاً أتكلم عن الأشياء الرهيبة والمواصفات في الجهاز أولاً، معالج Intel i5-12400F والذي يحتوي على ستة أنوية ويعطي 16 خط وتردد يوصل إلى 4.4 جيجا هرتز كرت الشاشة هو Intel Arc A380 بذاكرة 6 جيجا بايت من نوع GDDR6 ويعتبر من فئة الدخول في سلسلة A من Crot Intel Arc الذاكرة العشوائية في الجهاز 16 جيجا من نوع DDR4 والسعة التخزينية 500 جيجا بايت من نوع NVMe SSD نوع هذا يعطي سرعة كتابة وقراءة جداً عالية لو أروح للاختبارات، دعني بسم الله أختصرها لكم أول شيء، في تجربة لعبة Battlefield 5 عطت من 70 إلى 94 إطار في الثانية وبدقة 1080p على الإعدادات المتوسطة في تجربة لعبة Watch Dogs Legion عطت من 46 إلى 60 إطار في الثانية بدقة 1080p على الإعدادات المتوسطة أما Doom Eternal عطت من 54 إلى 106 إطارات في الثانية بدقة 1080p على الإعدادات المتوسطة وعطت من 131 إلى 214 إطار في الثانية بدقة 1080p على الإعدادات التنافسية تجربة لعبة Rocket League عطت من 132 إلى 172 إطار في الثانية بدقة 1080p بالإعدادات العالية وبشكل عام، أداء الكرت يوتيبر جيد جداً على السعر الذي قدمه تقريباً نتكلم على الكرت نفسه حوالي 140 دولار، يعني حدود 526 ريال نعم، كرت بـ 526 ريال هناك كروت أقوى في الأداء في سلسلة A مثل A750 و A770 هناك تنوع في الخيارات، فقط أحددوا الدقة والإطارات المستهدفة لكي تختاروا الكرت الأنسب لكم بإذن واحد وسعر الجهاز لأيسر الإستخدامات تقريباً ما هو باقي الشيء الذي مرتفع الآن، دعونا نذهب للملخص عن هذا الكرت فالإيجابيات، سعر مقابل الأداء ويعتبر خيار مناسب بالذات لذي يحبون دقة 1080p سعة الذاكرة أعلى من المنافسين في هذه الفئة، ويعتبر خيار ممتاز للإنكودنج بالذات مع دعم AV1 أشياء تمنيت لو كانت أفضل بالتأكيد، هناك بعض المشاكل في تثبيت الدرايفرات، ولكن تنحل مع التحديثات وعداءه مع الألعاب Direct X11 يعتبر أقل، ولكن كما قلت، مسألة وقت وتصبح ممتازة فالموضوع تحديثات أكثر من أي شيء في الأشياء التي أعتمناها تكون أفضل المجال الذي فيه تنافس جداً عالي أصلاً من انفيديا وأيضاً نتكلم على AMD فهنا هل انتل تكون معها كرت اقتصادي جداً ممتاز للإنتشار؟ قلوا لي تعليقاتكم ونهاية الفيديو وكل فيديو، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك، أتوب إليك، أراكم معنا خير بإذن واحد أحد